مثل الحادي والعشرون من سبتمبر 2014 بداية الجولة الثانية من الصراع الجمهوري الامامي التقى الخصمان مرة اخرى بعد ان حكم الجمهورية احد عملاء الامامة ما يزيد عن ثلاثين عام مكن صالح الامامين من المجال السياسي والاقتصادي والثقافي ومن اختراق اجهزة الدولة وصولا الى المشهد الاخير اسقاط الدولة وعودة الحديث عن الامامة وولاية ال البيت اتفاق المصالحة الذي فرضته المملكة السعودية بين الجمهورين والملكين في العام سبعين مثل نافذة الحياة لفلول الامامة ومنذ ذلك الحين عمل بقايا الملكين على اعادة تموضعهم في النظام السياسي وتأهل كوادرهم السلالية واختراق اجهزة الدولة بهدف الانقضاض على الجمهورية في الوقت المناسب وامام هذا التخطيط الدؤوب لم يقابل هذا المشروع بمشروع جمهوري يوازي توغله في الحياة السياسية نشأ جيل الشباب اليمني وهو يجهل طبيعة هذا الصراع او بالاصح تم تجهله بكل ما يتعلق بثورة السبتمبر ليحصد نتيجة مخزية وهي عودة الامامة في القرن الواحد والعشرين اليوم وبعد ان اقتصب الاماميون الحكم لثلاث سنوات عرف اليمنيون اهمية ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وخطورة عودة نظام الامامة السلالي للحكم من جديد الغبار والفقر والمرض لم تعد تناسب اليمنين في هذا العصر وفي سبيل الخلاص منها للابد يبذل اليمنيون اليوم الغالي والنفيس في جميع الجبهات هنا في تعز شاب يبيع سيارته ليشتري مستلزمات حملة اعلامية للتوعية باهمية ثورة سبتمبر ورموزها نصب محمد ورفاقه اكشاكا توعوية في اكثر من منطقة وانطلقوا ينثرون قيم الجمهورية واغانيها المقاتلون في عموم الجبهات يمارسون ذات الشيء يكفرون عن تساهلهم مع اسوأ المشاريع التي عرفتها البشرية ويهبون ارواحهم من اجل وطن خال من جميع العصبويات تبدو معركة اليوم هي الجولة الاخيرة بين الجمهورية والامامة ولا يمكن الا ان يفرض التاريخ مساره ويتنفس اليمنيون نسيم الحرية كمصير حتمي لشعوب الارض المناظرة